يحيي المسلمون في مختلف أنحاء العالم ليلة القدر خلال الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان الفضيل وقد اكتبت مدينة النجف الأشرف بالعراق بملايين الزائرين الذين توافدوا من كل حدب والصوب للمشاركة في العديد من الفعاليات والمرسم الدينية خاصة بتزامن هذه الأيام المباركة مع ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أحيى المؤمنون في مدينة النجف الأشرف ذكر استشهاد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وليلة القدر العظيمة وشهدت المدينة المقدسة خلال هتين المناسبتين توافدا كبيرا للزائرين القادمين من مختلف محافظات العراق والدول العالم العربية والإسلامية وتعيش المدينة خلال هذه المناسبة أجواء خاصة حيث تشهد إقامة العديد من الفعاليات والمرسم الدينية نحضرنا اليوم من محافظة الذقار من الناصرية لزيارة سيدنا ومولانا الإمام علي عليه السلام كما نرجو وندعو إلى أخواننا في الحجد الشعبي والذين هم يقارعون أدوات الظلم والتكفير بكل ما أعطوا من القوة نسأل الله العلي القدير أن يمن عليهم بالنصر المؤزد وبهذه المناسبة أسأل من الله العزيز القدير أن ينصر جيشنا الباصل وقواتنا في الحجد الشعبي إن شاء الله أمنيا تعزز السلطات الحكومية في المدينة وباقي محافظات الوسط من إجراءاتها وخططها الأمنية والخدمية تحسبا لأي طارئ قد يهدد أمن المدينة والزائرين ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الجهات الأمنية وخدام الإمام الحسين بهذه المناسبة العظيمة بهذا المصاب الجلل ولا يفوتني أن أتوجه بالدعاء إلى الحجد الشعبي ولا قواتنا الأمنية الرابضين على جبهات القتال وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة والتحديات الأمنية التي يشهدها الغراق إلا أن الزيارة لهذا العام سجلت وصول أعداد كبيرة من الزائرين عبر المنافذ الجوية والبرية فاقت التقديرات الرسمية كما تضم محافظة نجف الأشرف مواقع مقدسة أخرى ذات صلة بحياة الإمام علي تحظى هي الأخرى بقدسية ومكانة لدى المسلمين أهمها موضع استشهاده في مسجد الكفة المعظم ودكة القضاء ومقام بيت الطشت بالإضافة إلى البيت الذي كان يسكنه وعائلته عليهم السلام لقناة الكوت الفضائية سعد مالك مدينة النجف الأشرف